الحكومة في اجتماعها الأخير على عدد من مشاريع المراسيم والبيانات طالت قطاعات العدل والداخلية واللا مركزية والإسكان والعمران والاستصلاح الترابي والصيد والاقتصاد البحري والتهذيب وإصلاح النظام التعليمي وفي عرضه لمرامي ومضامين البيان المتعلق بتنظيم منتدات عامة حول قطاع العدل بيّن وزير العدل خلال المؤتمر الصحوفي الأسبوعي للحكومة أن البيان يأتي تجسيداً للرؤية الواردة في بيان الحكومة الهادفة إلى تنفيذ برنامج رئيس الجمهورية تعهداتي يقترح هذا البيان تنظيم منتديات عامة حول العدالة خلال شهر ديجمبر من هذه السنة تحت الرعاية السامية لفخامة رئيس الجمهورية بهدف الخروج بخارطة طريق لإصلاح وتطوير العدالة تحميل عنوان الوثيقة الوطنية لإصلاح وتطوير العدالة تكون مرجعاً لكافة السياسات والبرامج التي تتبناها الحكومة في شأن العدالة وأساساً لانطلاق جميع الانشطة المرتبطة بها وهي الوثيقة التي ستتمخض بحول الله عن النقاش والعمل المتواصل خلال سبعة أيام من عجل استخلاص النتائج من جميع وثائق الوطنية المتعلقة بالعدالة من سياسات قطاعية ورؤى استراتيجية وطنية ودولية وسياسات إصلاح سابقة وما سيتحصل من خلاصات النقاش الفاعلين والشركاء جميعاً من قضاة ومهني العدالة وساتذة القانون وأعوان القضاء ونقابات وجمعيات مهنية ومجتمع مدني وفاعلين اقتصاديين وصحافة وغيرهم وفي رده على سؤال حول ما بات يعرف من ملف العشرية أرد وزير العدل كيف دائماً نقول لكم بأننا المواضيع المنشرة أمام القضاء ما نتكلموا فيها ونأكد بأن السلطة التنفيذية منها لا تستدخل في المسارات لاحكام ولا مسارات العمل القضايا السلطة التنفيذية في منعاً عن التأثير على المسار لأمور القضايا نقول لكم الملف العشرية بأنه ملف ماشي وقابض طريقه العادية وبأنه ما هو متأخر عن الوقت المحدد قضائياً ولا هم مقدم عليه ما فهم عوامل لا سياسية ولا غيرها تستدعى هذا لا يقره كامل إلا القضاة وهم لا يقره المسار والمسار مازال قابض ودور ينتهي إن شاء الله بالنهاية اللي يريدها القضاء الموليتاني وبدوره استعرض وزير الصيد والاقتصاد البحري مشروع المرسوم المتضمن إنشاء وتنظيم وتشغيل مؤسسة عمومية ذات طابع صناعي وتجاري المكتب مهامه أنه لا يتعود عنده توحيد الوسائل الفنية والمالية والبشرية من أجل بعد أن نعود في مخزون بشري ومالي ومشترك معناها كله قد نعطانه منه ذاك اللي قد يسمع به أصرنت البنى التحتية نشوفوا موانئ فيها ياسرم يعود من الأعمال اللي ناقصة والهيقادة تؤدي الخدمات لا غير ذلك ليسراف على مخطط رئيسي به اللي ضروري المكتب لا يسراف عليه يعرف الصبح قد نقال هذا الميناء يندارف البليدهون ونقطة تفريغ تندارف البليدهون لا غير ذلك تحسين عرض الموانئ الموارد مؤسسات خدماتية هما عدل لا خدمات ويالتك الخدمات تعودها للمستوى من أجل إعلان قارب جماعة حصار ويتم تفريغه ويتم حالته كاملة في أمان وإلى غير ذلك وأنه مملي أساسي عنده أنه يعود التابع للوزارة الصيد لأنه لا يعود هذه الحاجة في الموانئ وفي نقاط التفريغ تعود ملاءمة مع التوجيهات الاستراتيجية منين هو بلد نبقوا إلى أخلق فيه الصيد يفرغ فيه منين بلد ياسرين فيه القوار بقوا نبقوا خفوا عليها الضغط في بلد أخرى لأن هذه أمور تجعل المكتب ضروري لتنسيق هذه العملية وتضمنت أجوبة وزير التجهيز والنقلي الناتق باسم الحكومة أرده على سؤال حول وضعية شبكة الطرق الحضرية شبكة الطرق الحضرية في المواكشوت ومتسكت حتى من أثار هذه السحابة التي جاءت في المواكشوت الله الحمد وتم إشاء لجنة فلنية جردت جميع النقاط التي خلقوا فيها هذه الاختلالات وخاصة أكثرية خلقة الله ملتقى الطرق لأنه يعود دائما مكان الركود المياه وتم جرد هذه المكينة كاملة وفي الوقت نتكلم لكم فيه تم عداد دفتر التزامات كامل وبين اليوم والصبح واخذ عليه في المسار المسار الذي نقوله نحن المسار الصفقات العمومية وفي القريب العاجل الدور إن شاء الله هو يتخطى هذه المرحلة ويبدأ في التنفيذ في القريب وبشأن جسر الحي الساكن وتوقف الأشغال به أرد وزير التجهيز والنقل أن ناطق باسم الحكومة جسر الحي الساكن كأي صفقة هي تمشي الصفقة يديني توفئ فيها تم ملي يتم إلقاءها في وسطها لأن المقاول ما التزم بدفتر الالتزامات العلي وهذا هو ما تم في حي الساكن وتمت إعادة إعلان المناقصة وتم تقويم الإعلانات وتمت الصفقة مع مقاول جديد ودور يبدأ إن شاء الله في القريب العاجل وحول ما يثاره بشأن تمديد صلاحيات بطاقة التعريف الوطنية أرد الناتق اسم الحكومة بطاقات تعريف بطاقات تعريف مجدد ما أفهم مشكلة وإذا تم تمديدهم رواية عادية ذلك هي الدول الكبار الدول المتقدمة نعطيكم مثال فرنسا بلجيك نمدهم عشر سنوات ومقررهم موجود معنى عنها ما هي رواية تلفت انتباه ولا شيء آخر